مفيش كم يوم، ثلاث تيام تقريباً أو أقل كمان يعني فجئنا كلنا إن عندنا لعيب مصري اسمه رامس حفظ الله بيلعب في ميلول فريق في الشامنشيب الإنجليزي وفجئنا إن التحاد المصري بيعط له خطاب بيقول له تعالى عشان نختبرك وحتيجي على حسابك وحاجات غريبة كده سيبك بقى من الشكل اللغوي خاص بالخطاب أو بالطريقة وكلام من ده لكن يا جماعة ما هو الطبيعي إن أنت دلوقتي عايز لعيب ييجي عشان تختبره طبيعي إن أنت تبعث له تذاكر الطيران ييجي ده ألف به يعني تلع أحد المسؤولين أو أحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب الشباب قال لك لا ده هو اللي عرض نفسه علينا طيب هو أنت مش أنت وفقت يعني حررتك هو عرض نفسه عليكم طيب أنت وفقت مجرد ما وفقتك برضو ييجي على حسابك أنت منتخب مصر أنت منتخب مصر للشباب يعني التذاكر الطيران دي مشكلة يعني أنت ذاكر الطيران بالنسبة لكم مشكلة لا طب تجيب الراجل وتشوفه وكلام كمان الجهاز الفني منتخب مصر للشباب وكامل الاحترامة تقديل اليوم كلهم نجوم كبار جدا جدا يعني وبنحبهم بنقدرهم يعني لكن فيه انتقاط في الجزئية دي تحديدا لأن هي جزئية سلبية فأنت لما حتجيب اللاعب وبتقول أنه هنختبره أسبوع طب هل الأسبوع ده ده البيانة اللي قدام حضراتكو بخصوص رامز حفظ الله يعني هل الأسبوع ده كافي لتقييم لاعب هيكون متواجد في منتخب مصر طب هو حضرتك هتقايمه بس فنيا هتقايمه في التزامه في تحركاته داخل المعسكر في مدى اندماجه مع عناصر المنتخب فيه تقييم أو تقييمات كتير أخرى جدا بجانب التقييم الفني فالأسبوع أكيد مش كافي فإحنا لازم نحن ندور حتى لو فيه لعبة تعرض نفسها علينا من بره عندهم بيحملوا الجنسية المصرية إحنا كمان لازم نحن ندور ونبعت لهم تذكر ترون مش خاصرين حاجة لا إحنا اللي كسبانين لو عندك خمسة بره عندهم الجنسية المصرية إنت ما عندكش أي فكرة عنهم وجبتهم واختبرتهم وبوقت كافي تلع منهم واحد بس واحد بس جيد ومناسب بالنسبة لك إنت اللي كسبان إنت اللي كسبان ففي الحقيقة كانت خطوة غريبة جدا والأغرب بقى هي حتة الخطاب إزاي يرسل بالطريقة دي من جانب اللغوي وكمان من جانب الشروط الخاصة بأن انت لو عايز تيجي تعال على حسابك وكلام انت ده كلام مش منطقي ولا يوليك أيضا بالكرة المصرية ولا يوليك بإدارة الإعلام بالاتحاد المصري لكرة القناة مع كامل الاحترام لكل زملاء العزاء الموجودين في إدارة الإعلام تعال لي بقى الحتة الأخيرة عايز أتكلم فيها شوية وها بخصوص ترجمة نانسي قنقر